أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل نلح في عرض سؤاله ويقول وأعرف بعض الطلبة يتهيأون في الإجازة الصيفية إلى السفر إلى دول شرق آسيا لغرض الزواج بنية الطلاق حيث عندما تنتهي الإجازة يقومون بطلاق النساء والرجوع إلى بلاده هل هذا الفعل جائز وهل هو من الشريعة وهل صحيح أنه منسوب جواجه إلى سماحة الشيخ ابن باز لا ما ينسب هذا إلى السيخ رحمه الله التلاعب هذا ما ينسب إلى السيخ أبدا اللي يروح ويأخذ معه فلوت وكل ليلة أو كل ساعة عند وحده يطلق ويأخذ هذا شهواني قصده الشهوة مع قصده الزواج وهذا لا يسمى زواجا شرعيا هذا فساد باسم الزواج فساد وإضاعة للذرية وإضاعة للأعراض باسم الزواج هذا حرام ولا يجوز ولا أظن أحد يقول بجوازه نعم لأن هذا من التلاعب بالفروض ومن قضاء الشهوة بالحيلة حيلة الزواج نعم وهم دارين يوم يعقدون أهالا وهم وهو دارين لنومه بزواج وإنما هو الغرض أخذ الدراهم وطلاء الشهوة فقط لكن سموه باسم الزواج نعم ترجمة نانسي قنقر